من الأسئلة الكثير التي تداول على الفيسبوك على البرابات دعونا أحكي عن تجيني على التشانيل كمان أنه مين من الناس التي أجيبهم زيارة عائلية لنا على دولة قطر وماذا أممكن أسوي تأشيرتهم أو فيزة ممكن أمددها أو لا وهل أنا إذا جبت سوشتي لفيزة زيارة وجبتها عند زيارة هل تقدر أحول هذه الزيارة لها أبنائي؟ لا إقامة دائمة أو لا؟ أنا جاسر مستطى وهادي نونور خلينا نعرف أكثر هلأ خلينا نعرف دائما أنه إي مغترب بسواء بدولة قطر أو بغير دولة قطر هو أهمه أنه حبايلو أخوانه قرائبو ممكن أجيبهم زيارة على دولة قطر لأي سبب من الأسباب اللي ممكن أنه إحنا ندور عليها فمين هم هذول الأشخاص اللي أنا ممكن أجيبهم زيارة عائلية على دولة قطر؟ معروف أنه أنت بتقدر تجيب أقارب الدرجة الأولى والدرجة الثانية والأصهار كزيارة لعندك على دولة قطر طبعا بمطبق هذا الحكي أكيد على دول الخليج الثانية وهدول الأقارب إنته خليني تتحدثي أنا عن الإخوان والأخوات الأب والأم والزوجة إذا أنت بدك تجيبهم زيارة عائلية فما عندك مشكلة فيها أنه في دولة قطر تطبيق اسمه متراش تدخل عليك بتقدم الطلب هلا لما تقدم الطلب يطلب منك الأوراق الرسمية اللي إحنا كلنا نعرفها سيطلب منك شاك ميلاد الشخص اللي أجيب عشانتك القرابة سيطلب منك صور جواز السفر اللي صفحة الأولى والثانية اللي عليها الصورة والمقابل لإلها ستعمل لهم ابلود سيطلب منك كمان الـ ID تبعك يعني الأوراق الثبوتية لأنك أنت تجيب هذا الشخص هو أكيد هو من قرابتك قدم الطلب شو بصير بعدين ياخده يومين لثلاث أيام لحتى يتم القبول تم القبول بتصير عندك الفيزا هي جاهزة للطباعة لما تصير الفيزا جاهزة للطباعة عندك تدفع الرسوم والرسوم مش كش كثير 200 ريال للشخص اللي انت قدمت له على فيزا الزيارة العائلية طبعا هالفيزا الشخص بقدر يجع على دولة قطر بعد ما دخل على دولة قطر معا مدة شهر للفيزا اللي انت قدمتها على الـ application بقدر يكون عندك زيارة على مدة شهر وهي الزيارة قابل للتنديد لغاية 6 شهر و 2 3 و 4 و 5 و 6 انت بتدفعهم كل ما تجدد له 200 ريال بعد 6 شهور تقدر انك انت تمدد مرات وتوصل لتسعة شهر بعد هيك ردو يطلع برد البلد تقدر تقدمه على فيزا الزيارة تاني اذا بدك ترجع اترجع هيك خلصنا من الفيزا الزيارة طب اذا انا الفيزا الزيارة العائلية جبت مرتي و جبتهم زيارة هل بقدر ان احول زيارتهم لا اقامة عائلية الجواب هو يس لكن في شروط في اوراق انت بتاكد يقدمها اول شرط لازم كل الكوكب يكون عارفه انت جاء على دولة قطر و ناوي في بالك انك انت تجيب مرتك وولادك لحتى يقعدوا معك زيارة عائلية تهولها لا اقامة عائلية فلازم راتبك الشهري ما ينزل عن 10 الاف ريال 10 الاف ريال هو الحد الادنى لحتى انك انت تقدر تعمل اقامة عائلية ففيه ناس مرات بصراحة ما بيعفوا هذا الابشن وهم كثير الناس اللي ما بتعرف هذا الموضوع ويجوا على اوفر او راتب اقل من 10 الاف ريال ويستموا بهذا الموضوع ما يجوا يعملوا الاقامة العائلية بالزوجة والاولاد فدير بالك على هذا الموضوع اذا انت متزوج ما تقبل باي شكل من اشكال باي اوفر اقل من 10 الاف ريال هلأ لنت تساين راتبك 10 الاف ريال فردك تاخد موافقة من وزارة الداخلية القطرية اخدت موافقة من وزارة الداخلية القطرية بتنتقل من المرحلة اللي بعدها وهذا طبعا اللي انا عم بحكيه هو بحسب مصدرنا اللي موجود في صندوق الوصف الموجود تحت الفيديو اخدت يا سيد الموافقة من وزارة الداخلية بدك تتابع العملية لتحويل التأشيرة لتأشيرة اقامة على اسمك لحسب موقع حكومي القطري تدخل تاخد المستند او قلينا احكي الطلب اللي انت لازم تعبيه بتعبي المعلومات المطلوبة منك في هذا الطلب وبترفق المستندات اللي احكي لك اياها حاليا واللي هي الهوية القطرية اللي بتدفد شخصيتك يعني والشغل الثاني بدك تحط كمان اوراق الناس اللي انت بدك تجيبهم واللي هي لازم تكون مصدقة من دولتك نوع مصدقة من دولتك بتكون مصدقة من وزارة الخارجية اللي في دولتك ومن سفارة دولت قطر الموجودة برضو في دولتك فاذا انت عايش في الأردن تروح سفارة الدولة القطرية الموجودة في الأردن وبتروح كمان على الوزارة الخارجية الأردنية بتصدقهم هيك تكون هؤلاء الوراق جاهزين ايش الوراق اللي انت بدك ترفقه؟ بده تكون نسخة مصدقة من عقد الزواج ومن شهادة الميلاد للأبناء وبدك ترفق جواز سفر ساري المفعول للأشخاص اللي انت بدك تعملهم الإقامة اللي انت بدك تقدمها وأكيد بدك ترفق نسخة مصدقة من عقد العمل تبعك انت واللي بثبت عليه الوظيفة وبثبت عليه الراتب اللي انت بتاخله عشان يتأكده من وظيفتك ويتأكده انك انت عندك أكثر من 10-3 ريال راتب وأكيد اذا انت اللي بدك تجيبهم بالغين فانت بترفق شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات المختصة للأفراد البالغين اللي انت بدك تعملهم الإقامة على اسمك طبعاً هيك انت بتكون خلصت الوراق اللي انت بدك ياهم لا تنسى الأوراق اللي لا تصديق اللي أنا حكيت عنها انك انت لازم تصدقها ولا تنسى انها بتاخد وقت وانه الوراق اللي انت بدك تقدمها هون كما يبتاخد وقت ومش زي الزيارة العائلية يوم ويومين لا هتاخد وقت أطول شوي وفيها دور وفيها شوي مجهود بدك تعمل لازم تكون عامل حسابك انه انت بالفترة الفلانية انت بدك تجيب الزوجة وبدك تجيب الأولاد وبدك تعمل لهم الإقامة اللي نحن عم نحكي عنها اللي راح تكون على اسمك بالأوراق اللي حكينا عنها هيك أنا ان شاء الله بكون جوابة هذا السؤال اللي دائما يتردد سبيشالي عن الناس الجديدة عم تيجي على دولة قطر وناس اللي ممكن تكون في نيتها نتيجة على دولة قطر او عم بتتدور على شغل في دولة قطر او اجاها عرض عمل من دولة قطر ان شاء الله ان هذا الفيديو يكون مفيد لكتير ناس يا ريت لو كان مفيد لقلك او لا اصدقاءت فاعمل لايك وبعتلهم اياه لحد انهم يشوفوه ولانت جديد على التشانيل فيا ريت لو انك انت تعمل سبسكرايب ونيبل لانتفكيشن ديلا حتى دائما يوصل لكل فيديو جديد بهمك انك انت تسمع لما نتلفيه من هون لحتى اشوفكم مرة ثاني دمتوا بود وصحة وسلامة وبشوفكم ان شاء الله بيد جديد ومع السلامة